موسيقى يا قرة عين لي ولك لا تقتله لا تقتله كانت هذه المرأة الطيبة كانت كريمة كانت عجز النفس وكانت معطاءة وكانت تحسن إلى الفقراء والمساكين وتحب الفقراء والمساكين ودائما تأخذ لهم الحوائج والأطعمة والمال وأشياء كثيرة لكي تفرحهم فلما وجدت عثرت على ذلك الصندوق أمام قصرها فأخذت الطفل وقالت لا تقتله قرة عين لي ولك الفرعون الطاغية أراد أن يجرب ذلك الطفل طبعا الحلم الذي رأاه والوساوس الشياطين التي وسوست في دماغه ومخاصة ذلك الرجل الطاغية الكاهن الذي يسمى هامون أو هامان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ليبين لنا عدة شخصيات متجبرة ومتكب وإن فرعون على في الأرض صدق الله العظيم فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا الشخص المتكبر المتجبر الكاهن اللئيم في القرآن الكريم فتلك الوساوس والهواجس التي أصبح فرعون يعيش فيها وخف أن يأخذ ملكه أحدا من صبية بني إسرائيل فقال لها أنا أريد أن أتأكد إن كان هذا الصبي صبي يعني عادي أو غير فغي أو صبي يعني سوف يكون له شأن فأحضر جمرة وكانت هذه حيلة من حيل سيدة آسيا قالت له إذا أخذ الجمرة ووضعها في لسانه فأعلم أنه طفل لا يعلم شيئا أنه إذا كان كما تقول سوف لن يأخذها فعندما وضع سيدنا موسى أو وضعت له الجمرة وأخذها وأخرج لسانه لذلك كان سيدنا موسى دائما يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ معه أخوه سيدنا هارون وذلك الدعاء المشهور هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال لقد أتت سؤلك يا موسى ولقد منن عليك مرة أخرى فكان دائما يأخذ هارون لأنه أفصح منه لسانا لأنه لسانه ثقيل لحد ما بسبب تلك الجمرة اللعينة التي وضعها في فمه أو على لسانه فرحة